السلام عليكم مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة نور شانيل للوصفات فيديو اليوم وهو لتنعيم الشعر الخشن والشعر المجاعد بإذن الله بالفازلين فقط ليس الفازلين فقط بل هناك إضافات لكن سوف أريكم الطريقة الصحيحة لإستعمال الفازلين لتنعيم الشعر الخشن والمجاعد إذن إذا كنتم الزور جدد لا تنسوا الاشتراك في القناة وأيضا لايك لهذا الفيديو المزيد منها أتم أي استفسار أتركوا لي بالتعليق سوف أجيبوا عنه بكل سرور أو قموا بإرسال رسالة لي على الإنستغرام وسوف أجيبوا عنها في الحال سوف أترك رابط أصفر في صندوق الوصف إذن أول شيء سوف نحتاج إلى الفازلين سوف أحتاج مثلا هنا سوف أريكم بكمية صغيرة سوف أحتاج إلى ملعقة صغيرة من الفازلين وهنا سوف أحتاج إلى أي زيت اختياري أنصحكم بزيت جوز لهند زيت الأطفال أو زيت سمسم هناك العديد من الزيوت التي تقوم بترطيب وإلاج الشعر إذا أردتم فيديو مخصص للزيوت المهمة جدا للشعر فأتركوا لي هذا في التعليقات وسوف أقوم بتصرير الفيديو قريبا إن شاء الله إذن هنا سوف أحتاج إلى زيت إكليل الجبل كما قلت الزيت اختياري لكن شريطة أن تختار الزيت التي تعالج أو تناعم الشعر يعني التي سوف تساعد الفازلين كثيرا زيت إكلي جبل رائحتها أو رائحته جميلة جدا جدا وفوائدها أعدا الفوائد طبعا أصل في صندوق الوص كما عاوتكم إذن سوف أحتاج أيضا إلى كسرول أو أي إناء قابل للحرارة هنا سوف أقوم بملء الكسرول بالماء المغلي يعني سوف أقوم بتدويب الفازلين على شكل حمام مائي بهذا الشكل سوف أضعها وسوف أقوم بتقليب الفازلين حتى تدوبها تماما يعني هكذا تصبح سهلة الاستعمال وستدخل إلى جذور الشعر بسهولة سوف أقوم بتحركها إلى أن تدوب ومدابة كما رأيتم بهذا الشكل تصبح سائلة جدا سوف أقوم بإضافة بضع قطعات من الزيت الإختياري هنا أخترت كما قلت زيت إكليل الجبل سوف أقوم بالتحريك جيدا كما ترون هنا كيف يصبح سهل جدا سهل الاستعمال طبعا الطريقة سهلة سوف أقوم بوضع أطراف الأصابع في هذا الخريط بهذا الشكل كما ترون هنا وسوف أقوم بعمل حركات ذائرية على فروة الرأس وأيضا سوف أقوم بأخذ الشعر وكأنني أقوم بعمل كيراتين للشعر أو مرتب للشعر أو البلسم للشعر يعني بطريقة سلسة جدا سوف أقوم بهذه العملية حتى يصبح الشعر بكامله مملوء بهذه الزيت والفازلين طبعا وبعد ذلك سوف أقوم بتركه لمدة ساعتين على الأقل ساعتين ثم أقوم بغسل الشعر عادي جدا 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 بالشامبو وإذا لاحظت أن هناك دهون البلسم بقيت على فروة رأسك أو على شعرك فيمكن إضافة القليل فقط من بيكربونات السوديوم على الشامبون الخاص بك وقوم بغسل الشعر جيدا وطبعا يمكن استعانة بفوطة ساخنة يعني ساقوم بوضعها قبل الوضع هذه الزيت على الشعر وذلك لفتح المسام ولكي تساعد شعرك على الاستفادة من هذه الخلطة وأيضا وضعها في الأخير فوق كيس بلاستيكي وأيضا لكي يستفيد شعرك من هذا المسك أو هذه الخلطة بالفعل رائع جدا سوف ترى نتيجة في أول استعمال إن شاء الله بالفعل هائلة جدا 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 بالنسبة للزيت تبقى اختياري أنا فقط أقوم بإعطاء أسماء الزيوت الأكثر فعالية والمعروفة لتنعيم الشعر لتقوية الشعر لتطوير الشعر وما إلى ذلك لأن كل زيت وإخصصتها وتبقى أفضل حل بالنسبة لي طبيعية جدا ورائعة ونتيجها جميلة جميلة وإحسن من المواد الكيموية إذن كان هذا هو فيديو اليوم أن يستفسروا تركوه لي السلفي التعليقات فأجيب عنه في الحال وبعد تجربة هذا الماسك أتركوه لي آراءكم لأنه بالفعل فأكد لكم أنه عايز جدا 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 كان هذا فيديو اليوم أسفة إذا كان هناك إزعاج في الفيديو وإلى اللقاء